في العاشر من أكتوبر 1980 تعرضت ولاية الشلف الأصنام سابقا في الجزائر لهزة أرضي عنيفة بلغت قوتها 7.3 على سلم رشتر زلزال عنيف ضمر 80% من المدينة وخلف قرابة العشرة آلاف ضحية من بينهم 2633 قتيل أيام قليلة بعد المحنة التي عاشها الجزائريون تقوم الملكة البريطانية إليزابيث الثانية رفقة زوجها الأمير فليب بزيارة رسمية إلى جزائر زيارة لا تزال محفورة في أذهان الجزائريين الذين سجلوها كلفتة تضامنية وإنسانية راسخة الملكة إليزابيث وصلت يوم الخامس والعشرين أكتوبر 1980 عبر باخرة إلى ميناء العاصمة حيث كان في استقبالها الرئيس السابق الشاذل بن جديد محطات الزيارة تصدرها تفقد الملكة البريطانية ضحايا الزلزال بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر زارت من خلاله قسم العلاج الخاص بالأطفال الذين تعرضوا لإصابات شديدة خلال الزلزال أما الأمير فليب فقام هو الآخر عبر باخرة خاصة رست بميناء تنس بزيارة تضامنية تفقد من خلالها ضحايا الزلزال وقام بمواساة المصابين لم تقتصر زيارة الملكة البريطانية وزوجها على الصعيد التضامني فقط بل أخذت طابعا معرفيا لجزائر وتاريخها حيث قاما بزيارة آثار ولاية تبازا الجزائر والمملكة المتحدة لهم علاقة قوية وتاريخية تتجلى دائما من خلال الروابط التي تجتمع على المستوى الرفيعة فدائما ما كرر الساسة البريطانيين عبارة أن الجزائر صديق وشريك موثوق